الحكاية التانية ودي الحكاية طبعاً اللي مصر والعالم العربي والعالم الأوروبي بيتكلموا فيها الموضوع قالب الدنيا فأنا عايز أبني الحكاية كلها على معلومات عايز حضراتكم تعرفوا إيه آخر تطورات المعلومات إيه آخر الحاجات اللي مكتوبة إيه آخر الموضوعات اللي موجودة موضوع عمر وردة وعودته اليوم مرة أخرى إلى منتخب مصر معنا زمنا الأستاذ سيف زاهر عضو اتحاد الكرة المصرية أهلاً بيك يا فاندي سعداء جداً أنت معنا على الهوى النهاردة أهلاً بيك أستاذ زيف سيف لو سمحت تعال يمين أو شمال بس عشان أسمعك كده جميل إيه آخر التطورات دلوقتي عمر وردة فين الآن أنا عايز بحب بس أخدوا الأخبار من مصادرها عمر وردة فأنا الموجود دلوقتي في المنتخب هو طبعاً بعد الأحداث من الناس كلها عارفتها كان المواند الثاني مريدة هو المشرف على المنتخب الوطني ورئيس الاتحاد وحصل اتصال مع مجلز دارة اتحاد الكرة والمواند الثاني شاف أنه هو بتوقيف معان محتاج أن نأخذ قرار وأخذه قبل المباراة في إقاف عمر وردة ثم بعد كده حصل اعتذار من عمر أو حاجة شبه تحيق وحصل بلسة مع الجهاز الفني واللعبين واللعبين الحياة كان لهم برضو موقف أنه قعدوا كلامه مع المواند الثاني وعمر لعباته زار المواند الثاني مبارح بليل كان زي فيه اجتماع مصغر شاف أنه هو يعني أنه ممكن الأحداث أنه هو يكتفي بأقوب عمر أنه هو إقافه عن الضور الأول وعادته بعد الضور الأول الثاني من المنتخب فيه ناس بتقول أنه كان القرار الأول ضخم جدا وأنه التراجع بتاع اتحاد الكورة كان سريع جدا ممكن حاجة تشرح الكلام ده للناس وفندم الكدسة مش قرار هو قدسة من قرار الاتحاد الكورة كان قرار سريع ولكن يحصل الحياة برضو اللي حضرتك داخل على هاضش بعد ساعات الحدث حصل السبت والمواند الثاني بليل كان قراره واضح بغض النظر عن نتيجة بغض نظر عن أي حاجة ولكن شاف أنه هو القرار إقافه على طول دحين التحية ورؤية الموقف بشكل كبير وبعد كده الحمد لله يعني قدر لعبة المنتخب أنها تعدي المباراة والأمور مشيت بشكل هادئ فبعد كده دارت من أن تشوف الموضوع برؤية مختلفة وأن اللعيبة الحياة برضو تليها حالة تعاطف مع عمر اعتذار عمر عن الخطأ وشرح الموضوع بالتفصيل أعتقد أن هي قدت لهذا القرار يعني ولكن التحاد الكورة أخذ قرار الصف على طول فنوضح وكان قرار ترباوي يعني هل كان للمدير الفني رأي في هذا الأمر سواء بإبعاد عمر وردة أو عودة عمر وردة لا طبعا ما كانش الحياة ما كانش يعني أكيد أكيد الموانس ثاني أعلنوا بالقصة ولكن حضرك عارف أن المدير الفني عندنا أجنبي فالأمور بالنسبة له بتختلف فكان قرار موانس ثاني بريدة أنه ده قرار ترباوي يخص برضو لنحنا عادتنا وتقالتنا فكانت الأمور مختلفة بالنسبة لنا ولكن أكيد الراجل يعني واحد قبل ما شبت ساعات يبقى تلعيب مهم عنده فكانت أكيد حساباته كانت مختلفة ولكنه في النهاية بعد الاجتماع من الموانس ثاني بريدة الراجل التزم ونصف للقرار ما عندهش ما كانش عنده أزمة يعني الناس كابتن سيف اللي بتقول النهاردة أن اتحاد الكورة بقى فكرة الكاس واللعيبة على فكرة الأخلاق والمبادئ تقول لهم إيه ما صلا لو الكثة دي مظبوطة ما كانش قبل ساعات معيانة من المضارع حضرتك أخذت القرار ده يعني اللعيب كان عندك وكان عندك في المعذكر أنت أخذت قرار واضح وصريح وقرار سريع كان ممكن أن أنت أثر بشكل كبير ولكن أنت اخترت المبادئ واخترت العادات والتقاليد ولكن بعد التحقيق والجلسات واعتذار اللاعب وبحث الموضوع بشكل ورؤية مختلفة المهندس ثاني بريدة أخذ يعني قرار مختلف أو تقليل العقوبة جيبها لدراسة الموقف بهدوء ولكن القرار اللي اتاخذ على طول هو إيقاف وعلى طول فأعتقد أنت كان قرار يحسب أو انتظار يعني طبعا 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 حضرتك إيه الحاجة الأساسية الفعالة اللي خلت المهندس هانيا بريدة من فكرة أنه يقرر اللاعب لن يدخل المنتخب مدى الحياة لأنه يعيده بعد يوم إيه الشيء الأساسي أو العنصر الجديد اللي دخل في الأمر فخلاه غاية رأيه هو ما كانش فيه طبعا قرار إيقافه مدى الحياة هو القرار كان إيقاف عمر عن أو إيقاف عمر عن المنتخب لأن الأمور ما كانش برضو أكيد واضحة يعني موان ثاني أخذ القرار على طول بعد دقائق من الموقف ولكن أكيد الرؤية اختلفت بالنسبة له أكيد عنده معطيات مختلفة هو المشرف على المنتخب الأول وهو الموجود مع اللاعبين فأكيد كان عنده معطيات مختلفة شافها أنه هو ممكن تبقى عقوبته أنه هو إيقاف دور الأول موقف اللعيبة طبعا إحنا تكلمنا عن إيقاف أنه هو موقف اللعيبة برضو يحسب أن اللعيبة كان عندها حل التعاطف مع اللاعب أو أنه هم يعني وعدوا أنه دي تبقى يعني أنه هو الأمور المتغيرة بالنسبة له أكيد فيه معطيات المهندس يعني تخلت الأمور تختلف بالنسبة له هل يا فندم ضغط اللاعبين على الاتحاد كان هو السبب يعني أربعة خمسة من اللعيبة التويتات اللي احنا شفناها الموقف اللي جوه المطش يعني العلامة اللي عملها المحمدي والعلامة اللي اتعاملت على اللي برة هل ده كان له ضغط على الاتحاد هل ده بسبب ضغط اللعيبة بالعكس حضرات من بص أحيانا اللي موقف اللعيبة اللي هي تشكر عليه أنه هم بيبقوا عاملين دعم لواحد معهم حتى لو أخطأ بيدور سأل إحنا أسرة واحدة وحتى لو أخطأ إحنا بنحاول نساعده بنحاول نساعده بنحاول نساعده بنشاعده نخلص في العقوبات بجليل أنه هو اتعاقب واللعيبة نعبط والأمور ماشي بشكل جيد ولكن في النهاية حضرات زيما إحنا تحسبة في القرى إحنا مركب واحدة اللعيبة الجمهور اتحاد القرى وإحنا دايما كان عندنا هدف يعني موضوع حتى عمر بالنسبة لنا كان عندنا هدف كاس الأمم كثة مختلفة والجمهور والحالة اللي عايشها مصر والتنظيم الرائع وحالة الشحن المعناه والشكل كبير جدا يعني كان في رؤية مختلفة تعاطف اللعيبة مع عمر مش معنى كده اللعيبة ضغطة إنه بقى فيه حاجة إنه بقى فيه قربة بالعكس يعني ما كنت يحسب لهم دون تدخل اللعيبة خالص في القرار يعني تفسير حضرتك إنه حتى بعد عودته يمكن الاتحاد ما كانش عامل حساب ردة الفعل اللي موجودة على السوشيال ميديا فيه غضب إنه الاتحاد قام بإعادة اللعيب يعني ممكن كان ممكن الاتحاد متخيل إنه الناس حتقول طيب الحمد لله الموضوع خلص وأنا رأيي إنه الموضوع ده بيأثر على العيبة نفسها وبيأثر على الفرقة نفسها إنه فيه غضب موجود على السوشيال ميديا يعني النهاردة الهاشتاجات فيها اتنين تلاتة ضد المنتخب هتعالجوا ده ازاي خصوصا إنه احنا داخلين بقى على ماتشات قوية يعني الماتشات اللي جاية مش هتبقى زي الدور اللي فات إنت بتقلل فيها المنتخب أو إن اللعيبة ما بتعمل مواقف كده ويرجع ثاني عمر بعد إحقاب معينة ده يعمل واحدة تتفضل فيه ناس شاكل ده ممكن يكون قرار عليه اعتراض عمر ما الناس بتتفق عليه خصوصا الاتحاد الكورة بالذات دايما بيبقى قراراته ملوش جماهير مش أهلي أو زمالك أو ناس تبقى تبور بشكل كبير ولكن أحيانا زي ما حضرتك ده بتقول إنت النهاردة أخدت القرار الصبح اللعيبا ساقط الناس ما قالتش إن اللعيبة الصبح ساقط للقرار ولعبه من غير عمر وكان فيه لتزام وما حدش تتكلم وبعد كده بعد المكتب الناس يستطيع يتقعد وتتكلم وستدى عمر يعتذر يعني الناس دايما كل واحد بيشوف القصة من وجه تذر ولم كل الاحترام طبعا في النهاية كل واحد بيبغره على بلده كل واحد عايز صالح العام من وجه تذره ولكن في النهاية هي لها كده منظور يعني كابتن سيف هل كان هناك اتفاق مع اللعيبة الكبار أو اللعيبة المهمة أو اللعيبة المؤثرة أنها تمهد لعود يعني هل كان فيه نوع من أنواع الترتيب لهذا الأمر يعني إن إحنا نرتب إنه اللعيب يعود مرة أخرى ولا اللعيبة قاموا بهذه التويتات وهذه الأفعال من جانبهم لوحدهم اللعيبة كان إنه صرف إن اللعيب العيبة والناس اللي بتتكلم عن اللعيبة الكبار اللي زي محمد الله وزي محمدي وزي إحكادي اللعيبة دي كبار بأخلاقهم وكبار دايما بمعقبطهم إنه هم عاقين إيه اللي عليهم وإيه اللي عاقين إنه هارد إنه هم منهمش أي علاقة بين ينضمهم ومن ما نضمش في دليل إن أنا بقول لحضرتك اللعيبة الكبار اللعيبة عندهم دور قبل المتش نضغطوا في القصة اللعيبة لتزموا ما تلاحش كلمة قبل المتش عارفين إنه عندهم مسئولية عارفين إنه في بلد نياههم لتزموا بالقرار نعبوا المباراة كسبوا المباراة بعد المباراة وبعد ما الأمور هدي في السابقة اللعيبة لا بس كابتن سيف كان فيه اعتراض جوه المباراة نفسها يعني حصل اعتراضين جوه المباراة نفسها المحمدي وباهر بس دي حضرتك مش رسالة اعتراض دي رسالة يعني أرجو إن الناس يعني هو المحمدي كان عايز يوصل رسالة حتى لو عمر أخطأ مجبوس مش بعد القرار حتى الأول اللي قال حضرتك شفته للمحمدي بعد المباراة قال كده قال حتى لو في خطأ وإحنا ما نترفين به بس ما يبقاش نبحي نحاول نعمل نحاول 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 لكن هي ما كانش فيها اعتراض لعيبة التزمت ولعيبة محترمة ولعيبة مستخدمة ولعيبة دي كبار بأخلاقها وكبار حضرتك بالتزم واللعيبة دي وصلت اللي هي فيه عشان عارفة لليه كابتن سيف أنت شخصيا مع فكرة عودة عمر واردا للمنتخب أنا يعني مش حضرتك مش مسألت مع فكرة عودة عمر مش أو أو مش عودة عمر أنا مع فكرة إنه لازم في مواقف معينة يبقى فيه كابتن سيف طبعا يعني الأعراض الجانبية لهذا الموضوع كثيرة ويجب أن الاتحاد يقدر أنه يعالجها في الأيام القادمة لأنه طبعا نفسية اللاعبين وغضب الكثير من المشجعين كل هذه الأشياء يجب أن احنا نقدر نعالجها لأنه طبعا دلوقتي الحوار موجود على السوشال ميديا لا أنا مش هشجع مصر لا أنا شجع يعني وكأنه يعني المسألة اختيارية وكأنه مصر هي مجموعة لعيبة مصر أيضا هو الاسم وهو الفريق ويجب الوقوف معاها في كل المواقف يعني فأظن أنه على الاتحاد دور كبير الأيام القادمة أستاذ عمر الشعب المصري كله عليه دور كبير الشعب المصري كله شايف اللي الدولة على تنظيم البطولة دي وشايف الإنجاز المتحال الرائع اللي أحسن في عشها وشايف في أربع شهور الدولة المصرية بتتحمل أعداء غير طبعية وتعمل حدث أنا ما قدرش أقول إن جيت طولة أفريق أنا قدر أقول إن مصر دوقتي جاهزة لإستقبال كسعان اللعيب نفسهم عارفين إن هم افتحاتي كبير عارفين النهاردة إن هو ممكن يكون فيه انتقاض حتى يزيعوه لازم يطالحوا الناس بشكل معاين لازم إن عندهم مسؤولية كبيرة كل واحد قدام مسؤولياته عارف بشكل كبير ولكن إحنا عندنا يعني أهداف مختلفة عندنا هدف إن نفعل الناس كفريق وعندنا هدف كمان إن إن شاء الله بإذن الله البطولة دي أو الفريق يكمل بالتنظيم الرائع ده يبقى كامل اتصال حيث المصرين بشكل كبير وإن شاء الله بإذن الله عندنا يعني أحلام وطموحات الأمور تمشي بشكل كويس سؤال الأخير كابتن سيفه وبشكرك شكرا جزيلا إنك يعني في مداخلة في موقف حساس زيدة وكتير يمكن ما يحبوش لا شرف لا يعني كتير جايز ما يحبوش إن هم يتصدوا لمثل هذه الأشياء هل أنتو في أي وقت من الأوقات نقشتوا موضوع التحرش مع عمر يعني هل سألتوه إذا كان ده حقيقي مش حقيقي يعني هل أنتو دخلتوا في هذا الأمر عشان تعرفوا هل هو مظلوم مش مظلوم ولا الأمر ما أنتو خليتوا هذا الأمر جانبا أعطب فيه ثلاث جلسات حصلت ما بين عمر والمواند الثانية بريدة وفي جلسة البارح دكتور أرشاد صدقي وأعتقد أنها كان فيها حديث كبير يعني كتيرة جدا في التوقيت الحالي المنتخب عنده مباراة مهمة ممكن يعني قريبا إن شاء الله بإذن الله المواند الثاني هو اللي يعلن الموضوع بطبق كابتن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وزامنا العزب أشكرك شكرا جزيلا عزيزيلا بشكرا شكرا شكرا